اكثر الاطفال شرا وجراما في العالم واحد ايريك سميث في عام 1993 وعندما كان عمره ايريك سميث 13 عاما قام بقتل الطفل ديريك روبي الذي يبلغ اربعة عوام بالخنق اولا وبعد ذلك اسقط على رأسه حجر وادين ايريك بالقتل من الدرجة الثانية وحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اثنان جوشيا فيليفس هو امريكي من جاكسون فيل في فلوريدا وقد ادين في يوليو عام 1999 بقتل جارته مادلين البالغة من العمر ثماني سنوات وذلك عندما كان عمره 14 عاما وقد تم العثور على الجثة بعد اسبوع من قتلها واخفائها في منزل جوشيا ولقد كانت والدة القاتل من عثر على الجثة وهو لان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة دون امكانية الافراج المشروط عنه ثلاثة اندرو وارست عندما كان اندرو في عمره 14 عاما كان يفكر بالانتحار وامسك بالمسدس ولكنه بدل الانتحار اطلق الرصاص على زملائه في المدرسة وقد قتل احد زملائه واصاب اثنين اخرين واحد معلميه ولقد حكم عليه بالسجن لمدة 60 عاما أربعة بول هنري جانجريتش بول هنري من ولاية انديانا كان يبلغ 12 عاما وفي احد الايام التقى مع ثلاثة من اصدقائه الذين خطط معهم للهروب من المنزل ولكن احد الاطفال رفض الذهاب لان والده لا يسمح له بالخروج من المنزل فخططوا لقتله وسرقوا من دقية وقاموا بقتله وتم الحكم عليهم جميعا ولكن حكم على بول هنري اصعب واطول حكم لانه هو من اطلق النار خمسة ليونيل تيت يعتبر ليونيل تيت اصغر شخصا في الولايات المتحدة تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون امكانية الافراج المشروط عنه وذلك لانه ارتكب جريمة قتل في عام 1999 عندما كان عمره 12 عاما وقد قتل تيت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وتدعى تيفاني في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا أندرو جولدن وميتشيل جونسون أندرو جولدن البالغ من العمر 11 عاما وميتشيل جونسون البالغ من العمر 13 عاما كلاهما طلاب في المدرسة المتوسطة في مقاطعة كريغ هيد هذان الطالبان سرقا مجموعة من الأسلحة وذهبوا إلى المدرسة وقاموا بإطلاق النار على 15 طالبا مما أدى إلى مقتل أربع الطلاب ومدرس وقد تم الحكم عليهم بالسجن وفي وقتنا الحالي فان ميتشيل مازال يقبع في السجن سبعة ماري بيل عندما كانت ماري بيل طفلة قامت بخنق اثنين من الصبية وفي عام 1968 وفي سن الحادية عشر قتلت بغير عمد اثنين من الأطفال الأول مارتين براون الذي يبلغ من العمر أربعة سنوات والثاني براين هاو والذي يبلغ ثلاثة أعوام وقد حكم عليها بالسجن ثمانية جيسي بواميروي ولد جيسي عام 1859 بولاية ماست شوستيس وقد ارتكب جيسي جرائم بشعة ضد مجموعة من الأطفال وهو في سن الحادية عشر وللصغل سنه تم إرساله إلى مدرسة لإصلاح السلوك وكان من المتوقع بقاءه فيها ولكنه غادر منها في عمر الواحد وعشرين بسبب حسن سيرته وسلوكه وبعد ثلاثة أعوام من إطلاق سراحه قال إنه قتل طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ولذلك تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتوفي في السجن وهو في عمر الثاني والسبعين تسعة أمارجيت سادة أمارجيت سادة هو أصغر قاتل في العالم حيث يبلغ من العمر ثماني سنوات وأول جريمة قتل قام بها هي قتل شقيقته البالغة من العمر ستة أشهر عن طريق الخنق وبعد خنقها قام بإلقاء صخرة كبيرة عليها ومن التحقيق تم الكشف أنه قتل أيضا ابن عمه ذو التسعة أشهر وغير ذلك كله كشف عن قتله لطفل جاره الذي كان يبلغ ستة أشهر ادعمونا بالاشتراك بالقناة ولمشاهدة في فيديوهات السابقة الروابط موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو